السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلابي أحبائي لا أعطيكم العافية وربنا إن شاء الله يمرق هالفترة الصعبة على الجميع كل خير إن شاء الله نتمنى السلام إلى الجميع وربنا يحمي الأردن ويحميكم هبايبي اليوم إن شاء الله هنحكي في قاعدة الوحد التاسع اللي هي القاعدة الأخيرة قبل الأخير عفوا يظل عنا قاعدة الوحد الساسع طاية المقارنة اللي هي اللي هي الوش سنتنسس بصفحة سبعة وسبعين موجودة عندكو في الدوصية ايوتا حبيبي تمام بصفحة سبعة وسبعين اللي حاب يشوفهم كمان يتبع معي برضو ما في مشكلة اللي هي الوش سنتنسس جملة التمانية لا بلش طبعا هنا طبعا هستفيد من الدروس الماضية الفصل الماضية زي الربورتد سبيتش عساس يكون عندكو معلومة شو اللي نعملو قبل كل شيء لماذا نستخدمه؟ لماذا نستخدم جمل التمانية؟ استخدام لماذا نستخدم جمل التمانية؟ اللي هي ماذا نستخدم؟ ماذا نستخدم؟ نستخدم للتعبير عن الندم على الماضي تمام؟ هاي اول معلومة تستخدم للتعبير على الندم على الماضي الآن السؤال اللي بطرح نفسه كيف أستاذ بدي أعرف أنه المطلوب مني أنا التحويل لجمل التمانية؟ تبدأ جملة التمانية بالبدايات التالية تبدأ جملة التمانية بالبدايات التالية ممكن تبدأ ايوش يعني أنا أتمنى وبنطلب منك تحول ممكن تبدأ ب فلان وشز لما يكون شخص فلان وشز شو يعني فلان زي سارة خالد أحمد مراد إلى آخره أو ممكن تبدأ ب ف only لو أنني تمام تمام إذا بدأت جملة الحل بأحد هذه الباديات إذا المطلوب مني هو التحويل إلى جمل التمانية طب أستاذ بيختلف حل هاي عن هاي عن هاي أبدا لا يوجد أي اختلاف نهائيا ما بين الثلاث بدايات تمام؟ هاي أول نقطة الآن بدل ما نحفظ جدول طويل عريض بما أننا إحنا ماخدين الريبورتد سبيتش إذا نذكرين خطوة خلينا نشوف شو بدنا نعمل بدل ما نحفظ جدول طويل عريض في تحويل جمل التمانية شوفوا عليك في عدة شروط خلينا نلتزم فيها عشان التحويل شروط واضحة وبسيطة قاعدة مو سهلة سيتم تقسيمها على جزئين هذا اليوم الجزء الأول إن شاء الله والجزء الثاني اليوم اللي بعده عشان نغطي جميع حيثيات القاعدة الشرط الأول إيش هو؟ الجملة المثبتة كيف يعني جملة مثبتة؟ يعني فش فيها نط لا يوجد فيها نط الجملة المثبتة جوابها منفي حلوك الكلام لكن الجملة المنفية جوابها إيش هيك واضح أيها جوابه يعني عكس عكاس عكس بعض المثبت بدو يصير منفي والمنفي بدو يصير مثبت هذا أول الشرط اثنين يجب أن يكون زمن جملة التمني اللي هي جملة الحل شو يعني جملة التمني جملة الحل اللي بتبدأ بأي ويش فلان ويشز ليلة ويشز مثلا أو إف أولي يجب أن يكون زمن جملة التمني اللي هي جملة الحل أقدم من زمن جملة إيش صار نطبق الشرطين نطبق الشرطين بطلع معنا القاعدة صح لكن خلي في بالكم كثير شغلات أنا بنتبقلها يعني في حلول تختلف في الكتاب حل عن حل آخر أورجيكم شو الفكرة منهم وإنتوا الآن عندكم قدرة قدروا نشوف الجملة هاي عنا عدة حلول للجملة طبعا الثلاث صح إحنا بدنا الطريق الأسرع أو الطريق الأسهل للطالب يحصل في العلامة عنا جملة بتقول لي طبعا أستاذ تقوليش كيف حليتهم هلا أنا بس أخلص بورجيك ليش صار حل هاي وحل هاي وحل هاي لعبة الشدة أو لعبة الورق مالو صعب عندي الحل الأول الحل الأول ممكن أحكي I wish I could play cards كم أتمنى بأنني أستطيع لعبة الورق لأنها لعبة صعبة الحل الثاني شوفوا اللي هو يعتمد على عكس الصفة I wish playing cards was easy هون شو عملنا أقدم من ال is, air was بس ما طبقنا الشرط الثاني اللي هو المثبت منفي والمنفي مثبت الجملة الأخيرة أو التحويل الأخير هو اللي بعتمد على اللي أخدناه والطريق الأسهل I wish I wish I wish wasnt difficult مين الحل الصح الحل هات صح الحل هات صح الحل هات صح والحل هات صح أنا مين بعتمد الأقل تغييرا الأقل تغييرا عشان ما تقولي ما منجبنا قدو أستاذ وهنا بندخل بتفسير التركيب الجملة وهون ليش ما أنا فينا يا أستاذ نحول الصفة هون بنضطر نحفظ صفات كثير وعكسها يعني زي big small small big short tall tall short difficult easy easy difficult وبدنا نحفظ المقارنة تاعتهم big bigger easy easier بحسب معنى الجملة هون راح نتغلب شوي لكن هون احنا كل اللي اشتغلنا إنه طبقنا شرطين شو الشرطين الشرط الأول أقدم قلنا جملة تمني هاي أقدم من جملة السؤال اللي فوق والمثبت منفي والمنفي يا شماله ثبت أنا شو اللي سويته هون طلعا إز أو أطبق الشرط الأول شو اللي أقدم من إز واز شونا في واز وزنت لأنه المثبت بده يصير إيش منفي هيك حل ما له صح مية بالمية وبقدر أحص العلامة وأنا إيش وأنا مرتاح نعتمد الطريقة رقم ثلاث اللي هي بتجيب للعلامة بشكل أسهل ما في خربطة اعتمادي كله بكون دائما هياته حباري ها الاعتماد على الفعل وصيغته في جملة السؤال ماشي نعتمد الحلات يلا نشوف كيف الشرط الأول حكينا الجملة المثبتة جوابها منفي والمنفية جوابها مثبت عكس عكاس والثانية إيش حبايبي يجب أن يكون زمن جملة التمني أقدم من زمن جملة السؤال دعونا نشوف الأمثلة الآن نيجي على الأمثلة الآن هاي صبح واحد يلا أنا تركت فراغات عشان نشوف كيف بدنا نحل بتشيل الوعية هاي بلاش تخربطتكو يلا بسم الله مثال صفحة واحد من الأمثلة يلا كيف عرفنا لها جملة التمني ها أستاذ بسبب إنها بدأت بـ طيب وين الفعل حبايبي نيجي الفعل هو إيش؟ نيجي خلينا نطبق عليه الشروط الآن الفعل الله مصل على سيدنا محمد نيجي إيش صيخته؟ صيخته فيرب وان زائد اس حلو نطبق الشرط الأول يجب أن يكون زمن الحل زمن جملة التمني أقدم من زمن جملة السؤال شو اللي أقدم من الفيرب وان؟ يعني شو اللي قبل؟ يعني اسمعوا اتذكروا الريبورتد اسبيش فيرب وان ارجع خط فيه خط ولا ورا شو بصير؟ فيرب تو الفيرب تو بصير هاد زائد فيرب تري اتذكروها الطريقة مزبوط كنت راسمها عبلات الصف إذا متذكرين يلا الفيرب وان الأقدم منه إيش حبايبي؟ فيرب تو هذا الشرط الأول الجملة المثبتة منفية والمنفية بدها تصير مثبتة حلو شغلي هون هلأ صفة إنساني هاد نرجع هون الفيرب توش ايش نافيو؟ سيمبل باست ايش نافيو؟ ايش نافيو؟ didn't زائد التصريف الأول الفعل هاي الحال فقنا؟ يلا if only بدي السبجكت if only Jordan didn't need need to import a lot of i صعبت ها؟ يلا نشوفوا اللي بعدها I don't know the answer عندي I wish جملة التمني وين الفعل؟ don't no الجملة هاي منفية يلا نفصل عندي don't no ايش صيغتها حبايبي؟ don't زائد التصريف الأول للفعل انتفقنا؟ يلا نجيبها لجاية هسه don't زائد التصريف الأول شو اللي أقدم من don't نرجع فيه خطولة ورا زي الريبورتت ايش حبايبي؟ didn't زائد verb 1 لكن حلنا ما انتهى انتبهو لانه قلنا اول شي بدنا نشوف الأقدم ثاني اشي شو بدي اعمال؟ المثبت منفي والمنفي مثبت طيب did not هاي شوفوا هون did not زائد verb 1 الفرب 2 نفيها did not طب did not المثبت منها ايش؟ verb 2 لذلك عندي هون don't هتروح i wish i شو التصريف الثاني منه؟ الفرب 2 اللي هي no new non i بدل الo بدا نحط ايه تمام؟ يلا اللي بعتها نفس الشي تقريبا طيب Sarah doesn't study well الفعل عندي doesn't study يلا نجيبه لتاحت هون ونشوف شو ما نعمل hi doesn't study يلا شو تركيبتها doesn't زائد ايش؟ تصريف الاول يلا نجيبها هون شو اللي اقدم من don't وال doesn't زي اللي فوقها didn't زائد التصريف الاول انا بس بأكد عليكم ارجع راجع جدول الربورتد سبيتش او الطريقة اللي اعتدتكوا اياها فيها step back وامورك بتكون بالسليم طيب didn't نفس اللي فوقها على فكرة شو حبابي؟ ذاتو لانه المثبت منفي والمنفي بدو يصير مثبت تشير doesn't وهي بدي احولها لإيش؟ لذاتو بس ديروا بالكو هون حبابي في حال تشابه الفاعل سارة بسارة بقدر اقول سارة كمان مرة لا بدي عوض سارة هاي بإيش بضمير لان سارة التي تتمنى بصير شاقول سارة وشست سارة بتصير سارة وشست شي سارة 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 ومقارنتها فخلينا نعتمد للطريقة الأقصر أو الطريقة الأسرى لتحصيل العلامة بدون أي خطأ يلا لما أنه عندنا خبرة في إش اسمه ستباك I live in a small flat يلا نيجي على إيش؟ الفعل في الجملة يلا نفصله live إيش سيخته حبابي؟ verb 1 يلا الverb 1 شو أقدم منه؟ verb 2 الverb 2 إيش نفيه؟ عفكرة احنا بنفس الدائرة قاعدين منلف the don't زائد إيش؟ التصريف الأول يلا I wish I I didn't live in a small flat الأمور طيبة ها؟ يعم نعم 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 صفحة 2 هون بسنا ندي برناعة الشغلة حبابي؟ خلينا نشوف شو هي هاي صفحة 2 عندنا زايد is not not good at basketball زايد ويشز طلعوا تشابه الفاعل هون بدي عوض بهي بس خلينا نشوف الفاعل عندي is is not تمام؟ من فيه؟ is not وانا فشة الهصيغة الهون هي is not ما فيه الهصيغة يعني ميش زمن وطحات اللي هي verb 1 تقريبا طيب is شو الـ الفيرب تو منها؟ أو العفونا اللي أقدم منها is شو بتصير؟ خلينا نشوف الأقدم بعدين بنثبت وبنمفي يلا was not is not نرجع بها خطولة ورا step back بتصير was not هون لما بدي أحول بما إنها جملة تمني حكيت الحالة هاي انتبه لها دائماً بتكون التمني باستخدام ايش؟ طبعاً هون الwas المنفي منها was not والمثبت منها air was بس بما إنه هون تمني الله يرضى عليكم دائماً التمني حتى إذا متذكريم في الـ conditionally closest type 2 كنا نحكي if i wear you فالتمني دائماً ما بيكون بwas بيكون باستخدام air where فلذلك هون they wishes he where air مش was ليش لأنها جملة air 8 لأنها جملة 8 he where got good at basketball all اتفقنا طبعاً اللي بعدها we are not old enough to drive a car we wish يلا نشوف عندي are not يلا are not أو are int نفس الشي يلا الأقدم منها where not المثبت منفي والمنفي مثبت where not شو المثبت منها where هون where زبطت لحالها بس هون ديري بالك ولما عندي was دائماً بتروح where لأنها هاي جمل 8 يلا I wish we wish عفواً بدت subject we عفواً we where hold enough واضحة الأمور يلا نروح على الماضي مثلاً جملة من جملة الماضي if only عرفنا هنجون التمني بروح على الفعل يلا الفعل تصريفه ايش حبائي؟ برب 2 يلا نيجع على الرب 2 الأقدم من الرب 2 ذكروا بالجدور الربورت الاسبيت فيرب 1 فيرب 2 فيرب 2 هاد زائد فيرب 3 فالأقدم منها هاد زائد ايش التصريف الثالث للفعل طيب المثبت منفي والمنفي مثبت الهاد زائد فيرب 3 شونا فيها؟ هادنت زائد التصريف الثالث للفعل يلا نحل if only i هادنت هادنت بوت ديس ايش شوصو لبعدها يلا يلا it was too hot to go outside today if only when الفعل was يلا was was اللي هو فيب 2 هاد ايش حبايبي؟ تصير هاد بن برضو راجع الربورت هاد بن مثبتة ايش بتصير؟ هادنت بن if only if only it hadn't been too hot to go out outside today واضح يلا صفحة اللي بعدها رقم ثلاثة أو صفحة رقم ثلاثة في الأمثلة بسم الله I can't do this exercise شو عندي هون حبايبي؟ can't نيجي على هون حتى المودلز نفس الشي can't اللي أقدم منها couldn't خلي المنفي منفي والمثبت مثبت بأول خطوة بس رجع في فطولة وراء طيب باجع الشرط الثاني couldn't منفي شو المثبت منها could yeah I wish I could do this exercise اللي بعدها I didn't catch the earlier bus if only شو عندي هون didn't زائر التصريف الأول يلا نجيبها لهون didn't زائد التصريف الأول نرجع فيها خطوة لوراء didn't بتصير hadn't زائد التصريف الثالث للفعل مش قلنا مش قلنا verb 1 verb 2 verb 2 had زائد verb 3 طيب didn't زائد التصريف الثالث للفعل هاي الشرط الأول didn't زائد verb 1 أقدم منه لكن الشرط الثاني يجب تطبيقه شو المثبت من hadn't زائد verb 3 had زائد إيش التصريف الثالث للفعل تعم يلا if only بدي السبجكت if only i طبعا عندك the didn't أصلا حت تروح لأنها راحة هون if only i had code تغير يرمس اللي بعدها i have forgotten my book at home if only ديروا بالكم من هاي i've i've طبعا هون بدي أخذ have زائد التصريف الثالث للفعل يلا نجيبها هون عندي have زائد verb 3 هاي الفعل شو اللي أقدم من have حبايبي had زائد verb 3 المثبت شو بدي يصير من في hadn't زائد verb 3 يلا if only i hadn't gotten had at home واضحة هذا ما فيها مشاكل آه طيب في ملاحظة عندي هون بدت انتبهولها في ملاحظتين بسيطات هون أول ملاحظة بعض جمل التمني بعض جمل التمني يمكن أن تسبق ب مصطلح وعلام التعجب مصطلح وعلام التعجب مثل ام سوري انا آسف او نو وتشايم يلا الشفقة يلا العيب وتبتي لأنه كل ياته ندم إلى آخره طبعا اللي بميز عندي هون اياش حبايبي علامة التعجب هاي هذول طبعا بدنا نخلف بالنا انه هالعبارات السابقة تُحذف يعني شو سو فيها بشطبها ما بخليها ولا يتم نزالها عندها تحويل كيف يعني؟ شوفوا هاي مثلا ايام سوري اي كودنت اندرستان ايثنك يلا قلنا هاي ايام سوري هاي عالمة التعجب هاي ما بتنظل بعدين ما بلش اسوي اللي بسوي شو عندي هون؟ كودنت يلا كودنت شو اللي اقدم منها ما في هتضل اير كودنت طيب نطبق الشرط الثاني كودنت شو المثبت منها كود تصفي اي وش اي كود 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 وضحات حبايب ايام هاي ملاحظة اللي بعد هلا هان انا لما تحتوي جملة السؤال عندي على شد ملاحظة هذه هنا ملاحظة كودنت لا تطبق الشرطين نأخذ مثال عليها مثلا نقول نادر يجب نادر يجب أن يحدث ثم أتخاذ هناك مكتوب نادر هناك حالة شادية لا تطبق عليها الشرطين يجب أن نأخذ أحفظ أن تحويلها هاد بن يلا نادر بنادر وش هاي بدل شد هاد بن بتصير هاد بن مور كارفون وذ هز اس تمام حبايبي هاد هيك الجزء الاول من القاعدة بيظل عنا الندم بين اقواس بيظل عنا ندم الجمال المركبة هادول ان شاء الله وعنا كمان الندم الصريح اللي بيبلش باي ريجرت او فلان ريجرت راح نكمله في الجزء الثاني هيك لاتلاحقوا اصلا اثبتوا المعلومة في الجزء هاد ان شاء الله بنلتقي معكو في الجزء الثاني يعطيكو الف عافية ربنا يوفكو وربنا يحفظكو واشتكتلكم نراكم على خير ان شاء الله